أهلا بكم يفاجئ كوكب الأرض سكانه من وقت إلى آخر بمجموعة من الدواهر الطبيعية المتنوعة بعضها يكون جميلا وسحرا وبعضها يكون مخيفا والبعض الآخر يكون غامضا حتى أن العلماء يكدون سنوات وسنوات في محاولة لتفسيرها وقد لا ينجح في حال لغزها في نهاية الأمر في هذا الفيديو سوف نستعرض معكم بعض أغرب الدواهر الطبيعية وأكثرها غموضا على الإطلاق ابقوا معنا الضوء الأخضر ظاهرة غريبة يراها مضمن قبيل غروب الشمس بثوان قليلة وقبل اختفائها من الأفق نهائيا وهي رؤية ضوء أخضر خاطف سرعان ما يختفي مع غروب الشمس ويحدث ذلك عادة عندما ننظر إلى كرس الشمس لمدة طويلة ولكن كثير من الناس ليس لديهم أي فكرة عن التفسير العلمي للظاهرة في الواقع الأمر متعلق بعلم الفيزياء خاصة علم الألوان وقدرة الغلاف الجوي على امتصاص الألوان فهذا اللون الأخضر الذي نراه مع غياب كرس الشمس في الأفق ما هو إلا نتيجة لامتصاص الغلاف الجوي للضوء الأصفر وما نراه حقا ليس إلا مجرد وهم بصري مطر الأسماك في الماضي تنبه أحد المؤرخين الرومان بأن السماء سوف تمتر أسماكا وضفادع يوما ما وقد تحققت تلك النبوء بالفعل وتضح أن السماء ليس بإمكانها فقط أن تمتر ماءا ولكن يمكنها أن تمتر حيوانات وأسماك أيضا فعلى مر التاريخ الإنساني سجلت حالات مشابهة حيث أمطرت السماء سمكا وضفادع وديدان وغيرها من الكائنات الأخرى وفي الواقع ليس للأمر علاقة بالسحر أو الشعودة بل أنه يحدث بفعل أعاصير الماء والتي تجري فوق البحار والمحيطات وتسحب في طريقها ليس الماء فقط بل أعدادا كبيرة من الكائنات المائية أيضا فتلك الأعاصير القمعية الضخمة قوية للغاية ويمكنها سحب بحيرة بأكملها وبما تحويه من كائنات وتسحبها إلى أماكن بعيدة لذا فلا تتعجب إذا أمطرت السماء يوما ما أسماكا مع المطر ولكن كن شاكرا أنها لا تمطر حيتانا أو فقمات زهور الصقية تحدث تلك الظاهرة عندما يتحول الخريف إلى الشتاء ففي ذلك الوقت لا تكون التربة قد وصلت إلى درجة التجمد بعد ولكن الهواء يكون متجمدا بالفعل بعد وصوله إلى درجة حرارة خمس درجات سيليزية تحت الصفر وفي نفس الوقت تكون درجة الحرارة داخل نباتات ما زالت فوق الصفر ببضع درجات ونتيجة الفارق في درجة الحرارة بين داخل النبات وخارجه تتمدد السوائل في جسم النبات وتبدأ سيقان النباتات في التصدع لتخرج السوائل النباتية والعصارات إلى الجو الخارجي وتتجمد في الحال مكونة خيوط سلجية رقيقة يمكنها أن تتشكل على هيئة بتلات وأحيانا تكون أشكال زهور كاملة مثالية وجميلة وتكون تلك التشكيلات في الواقع هشة للغاية حتى أنه يكون من السهل تحطمها بمجرد لمسة بسيطة كذلك فأشعة الشمس تدمره أيضا لذا فيمكنك الاستمتاع برؤية تلك الظهور السلجية الرائعة فقط في الصباح الباكر قبل أن يدمرها أول شعاع من الشمس ظاهرة الشمس السوداء في الجزء المستنقعي الغربي من الدنمارك يمكنك مشاهدة واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية في العالم والتي تحدث دائما في منتصف فصل الربيع في تلك المنطقة تحديدا قبل ساعة من غروب الشمس ودخول الليل حيث تجمع أكثر من مائة ألف طائر من طيور الزرزور في السماء مكونة ثرب ضخمة يشبه السحاب السوداء والتي يمكنها حقب الشمس في بعض الأحيان من شدة ضخمتها والأغرب من ذلك أن تلك السحابة يتغير شكلها لتظهر بأشكال غريبة وغامضة عندما ترى ذلك للمرة الأولى تعتقد أنه ربما يكون شيء أقرب إلى السحر وقد تعتقد أيضا أن تلك الطيور ربما تحاول إيصال رسالة إلى البشر أو أنها تحاول تحذيرهم من خطر ما وقد أطلق سكان المحليون اسما دراماتيكيا على تلك الظاهرة وهو الشمس السوداء ولكن وفقا لولماء الطيور فإن الظاهرة ليست مخيفة أو غامضة كما يعتقد الكثيرون بل أنها ظاهرة عادية تماما حيث أن تجمع ذلك العدد الضخم من طيور الزرزور في السماء خلال ذلك الوقت من العام أمر طبيعي وهو أمر يتعلق بالهجرة الموسمية للطيور ففي ذلك الوقت تأتي الطيور من الجنوب إلى الجزء المستنقعي لتتغذى على اليرقات لفترة من الزمن ولكن طيور الزرزور كأي نوع آخر من الطيور تحلق في السماء بأعداد كبيرة خلال موسم الهجرة ولكن نظرا لأعدادها المهولة واقترابها من بعضها البعض أثناء التحليق نرى هذه الظاهرة أما عن الأشكال الغريبة التي تشكلها الطيور في السماء فهي تقنية فريدة تهدف إلى مراوغة الكائنات المفترسة الماعز متسلق الأشجار عندما نتطرق للحديث عن الماعز أول ما يتبادر إلى ذهنك هو صورتها وهي ترع في المروق بسلام وتقفز وتلعب بعضها البعض ولكن تلك الماعز المغربية تبدو مختلفة إلى حد ما عن الماعز في أي مكان آخر فهناك الماعز يمكنها تسلق الأشجار وبدون أي مساعدة تبدو ظاهرة غريبة ولكنها في الواقع تحدث لسبب منطقي ففي المغرب المراعي قليل للغاية لذا فإن تلك الحيوانات الجائعة تضطر إلى تسلق الأشجار لتحصل على الجداء وذلك لا يقتصر على الماعز المغربي فقط ولكن أي نوع من الماعز يمكنه التأقلم مع الأمر إذا اضطر للعيش في ظروف مماثلة وفي الواقع فإن جميع أنواع الماعز أيضا تولد بتلك القدرة المذهلة على حفظ توازنها حتى على أقصر الأماكن وعورة كذلك فللأمر أيضا منفعة بالنسبة للبيئة النباتية فتلك الظاهرة تساعد على انتشار الحياة النباتية والأشجار في المناطق المجاورة حيث يساعد الماعز على نقل بذور النباتات من مكان لآخر بتنقله على الأشجار جميعنا يعرفوا شكل قوس كزح العادي والذي نراه في السماء عندما تظهر الشمس بعد سقوط قطرات المطر ولكن بالإضافة إلى قوس كزح الذي نعرفه جميعا ونك أيضا ما يعرف بقوس كزح الناري أو القوس المحيطي وهو ظاهرة من أجمل وأنظر الظواهر الطبيعية جدير من الذكر أن قوس كزح الناري لا يظهر إلا في ظروف خاصة وضقيقة حيث تنتق الظاهرة من انكسار الضوء خلال بلورات الثلج المتواجدة وسط الصحب ولكي يظهر قوس كزح بهذا الشكل فلابد أن تكون البلورات الثلجية سداسية الشكل وفي وضع أفقي مع ضوء الشمس حتى تسمح لأشعة الشمس بالمرور خلالها لتنكسر الأشعة مما يؤدي إلى تحلل الضوء المرئي إلى ألوان الطيف السابع المعروفة كذلك لابد أن يكون ارتفاع الشمس على زاوية 58 درجة أو أكثر وأن يكون ارتفاع الغيوم شاهق في السماء وأن تمر أشعة الشمس خلال الغيوم الرقيقة إذا توفرت جميع تلك الشروط حينها تظهر مجموعة من ألوان الباستيل الجميلة والتي تشبه ألوان اللهب ومن هنا حصلت الظاهرة على اسمها الغريب كذلك لا يمكنك رؤية تلك الألوان بهذا الشكل من أي مكان على سطح الأرض فلكي ترى الظاهرة بوضوح لابد أن تكون واقفا شمالا بزاوية 55 درجة على خط العرض الشمالي أو جنوبا بزاوية 55 درجة على خط العرض الجنوبي يعتبر الثراب واحدا من أغرب الظواهر الطبيعية وهو ظاهرة فريدة من نوعها أيضا وقد تمكن الباحثون من معرفة كل ما يخص تلك الظاهرة ولكن فمع ذلك ليس من السهل رؤية سراب في مكان ما وذلك لأن تلك الظاهرة تحتاج لتوافر ظروف خاصة وضقيقة لحدوثها وتلك الظروف لا تتوافر إلا نادرا ويمكن تعريف السراب بأنه وهم بصري يحدث نتيجة ناكاس الضوء بين طبقات من الهواء الساخن بدرجات حرارة مختلفة وبكثافات مختلفة أيضا على سبيل المثال يمكنك رؤية السراب عادة على سطح اسفلتي ساخن أو على أرض صحراوية شديدة السخونة ويظهر السراب في تلك الحالة وكأنه بركة مياه صغيرة ولكنها بركة غير موجودة بالفعل هناك أيضا نون آخر من السراب أكثر تعقيدا يورف بفاتا مورجانا يحدث عندما تتكون طبقات متعددة من الهواء بكثافات مختلفة في الطبقات السفلة من الغلاف الجوي مكونة ما يشبه ناكاس المرآة وبالتالي يمكنك حينها رؤية ناكاس الأشياء أيضا في تلك المرآة الوهمية نتيجة لناكاس الصورة وتشوه الضوء فترى السفن وكأنها معلقة في الأفق فوق سطح البحر وترى الأشياء متراكبة فوق بعضها البعض بشكل مذهل أعمدة الضوء أعمدة ضوئية ضخمة تمتد من الشمس إلى الأرض وتحدث تلك الظاهرة بشكل واضح عندما تكون الشمس قريبة من الأفق وعادة ما تكون تلك الأعمدة الضوئية متلونة بنفس لون الشمس وقت ذاك فإذا كان لون الشمس أحمر يكون لون العمود أحمر وإذا كان لون الشمس برتقالي يكون لون العمود برتقاليا وتظهر تلك الأعمدة نتيجة لناكاس ضوء الشمس على البلورات الثلجية في الغلاف الجوي للأرض حيث تتكون تلك البلورات في السحب الرقيقة في طبقة التروبوسفير العليا وخلال فصل الشتاء تتكون البلورات في الطبقات السفلة من الغلاف الجوي ولذلك فتكون الظاهرة أكثر وضوحا في الشتاء جدير بالذكر أن تلك الأعمدة الضوئية لا تتكون فقط بفعل الشمس بل يمكنها أن تتكون أيضا بفعل ضوء القمر أو أضواء الكشفات العادية في الشوارع الدوائر السحرية يمكنك رؤية تلك الظاهرة الغريبة في ضواحي صحراء ناميبيا في جنوب غرب إفريقيا حيث تتكون دوائر نباتية عديدة ومنتظمة الشكل على مسافات كبيرة ومساحات شاسعة قد تمتد للأفق للوهلة الأولى قد تعتقد أنه أمر سحري حقا أو ربما كائنات غريبة أو فضائية وراء تلك الظاهرة ولكن من وجهة نظر علمية فإن السر وراء تكون تلك الدوائر العجيبة بهذا الشكل المنظم هو النمل الأبيض فعلى مر سنوات حاول العلماء دراسة الظاهرة من جميع النواحي حتى أنه تم العصور على دوائر مماثلة في أستراليا واتضح أن السبب في حدوث تلك الظاهرة هو أعداد ضخمة من النمل الأبيض حيث يقوم النمل بتنظيف مساحات أرضية شاسعة من جدور النباتات وبعد توقف المطر تتسالب المياه بين حبيبات الرمال لتستقر على عمق يتراوح ما بين 25 إلى 40 سنتيمتر حيث يستطيع النمل تأمين احتياجاته من المياه دون الخوف من أن يستهلكها النبات بالكامل وفي نفس الوقت يتضفق جزء من المياه إلى حواف الدوائر ومن ثم يكون معدل نمو النباتات على الحواف أسرع من معدل نموها في الأماكن الأخرى وتتكون تلك الدوائر بشكل واضح شكرا على المشاهدة وأخبرونا في التعليقات أي من الظواهر الطبيعية المدهلة التي استعرضناها على قائمتنا قد أعجبتكم أكثر وأيها ترونه للمرة الأولى اليوم وأيها رأيتمونه من قبل ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي وللمزيد اشتركوا بالقناة ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء